السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا يا شباب يا رب تكونوا دايما في خير وأحسن حال النهاردة هنعرف مع بعض إزاي نميز ما بين مرض النيوكاسل ونقص فيتامين هيسلينيوم لما بتدخل مزرعتك وتلاقي في كاتاكيت أو فراخ رأبتها ملوية بتبدأ إن حضرتك تشك يا ترى ده فيروس النيوكاسل اللي بيعمل التوقف الرقبة ولا مرض الكاتاكيت المجنون أو نقص فيتامين هيسلينيوم اللي بيعمل نفس الشكل ونفس الأعراض في الحالة دي أنت بتبقى محتار ونفسك تعرف بسرعة المشكلة فين علشان إزا كان نيوكاسل بعد الشر بتجري تجيب التحصين وتحصن زي ما قلنا في حلقة النيوكاسل ندخل على طول في الموضوع باختصار يا شباب في حالة إن يوكاسل بيكون فيه أعراض تانية يعني عندك مثلا بيكون فيه أعراض تنفسية لقي رأسها منتفخة عينها مغمضة فيها كخة فيها عطسة أو صرخة يعني بتبص تلاقي فيه أعراض تنفسية إلى جانب إن فيه ممكن تلاقي نافق بيعلى معاك النافق بيزيد شوي الحاجة الثالثة إن سحب الميا والعلف متأثر الكطيع كله عمتا بتلاقي إن سحب الميا والعلف بيكون في النازل المناعة شكل الفراخ وانت داخل العنبرك يعني تكتشف إن الفراخ إيه منعتها ضعيفة والأمور ما هيش يعني واضح إن فيه حاجة عامة بتصيب الكتاكيد لكن في حالة نقص فيتامين هيا سلينيوم بتكون الأمور فردية الأعراض فردية مفيش نافق عالي مفيش أعراض تنفسية مفيش نقص في سحب الميا ولا سحب العلف الأمور بتكون طبيعية جدا إلا إن ظهور الحالات دي بيخوفك وغالبا يا شباب بتكون الأعراض بتاعت فيتامين هيا سلينيوم في العمر الصغير يعني قبل عمر عشر تيام لما بتجيلك حالة زي دي بتكون غالبا نقص فيتامين هيا سلينيوم لكن مرض النيوكاسل بيكون في الأغلب بعد عمر عشر تيام لأن المناعة الأمية بتاعت الكتاكيد بتكون عالية فصعب إنك تلاقي كتاكيد مصابة بالنيوكاسل قبل عمر عشر تيام نقطة تانية لو شفتها تتأكد إنه هو نقص فيتامين هيا سلينيوم بس مش شرط تشوفها يعني إن في بعض الكتاكيد أو الفراخ تلاقي الرقبة من وراء كده زي ما يكون فار أو يعني أو قطة أو حاجة كلت أو عضت الكتاكود من وراء بتلاقي في نزيف في الرقبة من وراء أو في الرأس من وراء تشعر إن إيه يكونش فار ده ولا عرس ولا إيه لكن دي بيكون نقص فيتامين هيا سلينيوم بيعمل أنزفة في الأوريدة الدموية في منطقة الرقبة والرأس من وراء كده فدي برضو نقطة لو شفتها بيبقى إيه خلاص أنت يقينا كده متأكد إنه هو نقص فيتامين هيا سلينيوم لكن في الحالتين نصيحتي لحضرتك في الحالتين أول ما تشوف أي عرض من أعراض التواء الرقبة سواء بقى عمر كبير أو عمر صغير أول قرار تاخده إنك تجيب لتر فيتامين هيا سلينيوم بسرعة وتنزل بتركيز عالي يعني لو مكتوب نص صنط على اللتر لأ خليه إنت اتنين صنط على اللتر ساعة واثناشر ساعة لأن حتى لو نيوكاسل منت برضو لازم ترفع المناعة ولو كان نقص هي سلينيوم قديك حطت لإيه الفيتامين وبكده تدين نفسك مساحة اثناشر ساعة تقرى الموقف تشوف هل فيه أعراض تنفسية هل النافق بيعلى هل صحب الماء يعني الأعراض دي بتشوفها بقى بتدين نفسك مساحة اثناشر ساعة أولا كده كده انت رب بترفع المناعة محتاج أصلا لو هو نيوكاسل ترفع المناعة فبترفع بالاحتمال التاني اللي هو احتمال يكون نقص فيتامين هي سلينيوم فانت يا سيدي ايه اضرب عصفرين بحجر واحد وجب لتر هي سلينيوم ركب في الماء بسرعة ودي نفسك مساحة تشوف ايه كلامي ده الأعراض دي آه متواجدة خلاص يبقى التحصينة بسرعة رش وشرب لسوتة زي ما اتفقنا لو مش همتواجدة يبقى انت عملت العليك وخلصت ايه ضميرك ونزلت هي سلينيوم وبالتالي تلاقي الأعراض دي بتقله وخلاص والأمور بترجع لطبيعتها مفيش فيها اي مشكلة وبكده يا شباب نكون خلصنا حلقة النهاردة